أكد رئيس ماجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك حرصاً كبيراً على متابعة سير العمل بالمتحف المصري الكبير جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء لمتابعة سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء التشغيل التجريبي للمتحف وكذا الموقف التنفيذي الحالي ومستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة ومنطقة الأهرامات وعشار مصطفى مدبولي إلى ضرورة موصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف بتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبط الأهرامات سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين وكذا تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم ترجمة نانسي قنقر